ولمعرفة أثر العمليات المالية على توازن وتساوي معادلة المحسبة نقوم باستعراض مثال يتكون من مجموعة من العمليات المالية التي حدثت داخل إحدى المنشآت وكيف تؤثر تلك العمليات على توازن معادلة المحسبة بفرض أن إبراهيم قرر البدء في نشاط خدمي من خلال إنشاء مؤسسة باسم مؤسسة المغاسل الآلية ثم قام بمجموعة من العمليات بداية نحن سوف نقوم بالكلام عن عمليات المنشآة وليس عمليات صاحب المنشآة حتى وإن قام بها صاحب المنشآة إلا أنه يقوم بعمليات المنشآة وليست عملياته الخاصة إذن سوف نركز في تناول العمليات التالية على وجهة نظر المنشآة وكيف تؤثر هذه العمليات على جانباء المصادر والاستخدامات أو الأصول والخصوم وحقوق الملكية من وجهة نظر المنشآة العملية الأولى في يوم واحد واحد خصص إبراهيم مبلغا وقدره 800 ألف ريال من ماله الخاص لمزاولة نشاطه وقام بفتح حساب جاري في البنك باسم المنشآة وأودع فيه المبلغ كاملا والمطلوب إعداد معادلة المحاسبة ثم إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية عندما نبدأ بالحل لا ننسى أننا نقوم بتحليل هذه العملية من وجهة نظر المنشآة وليس وجهة نظر صاحبها إذا حللنا هذه العملية من وجهة نظر المنشآة سنجد أنها كأنها أخذت مبلغ 800 ألف ريال من مالك هذه المنشآة من وجهة نظر أخرى هذه المنشآة حصلت على 800 ألف ريال كمصادر للأموال قامت بإيداعهم في البنك هو نفس المبلغ 800 ألف ريال يعني قامت باستخدام هذه الأموال إذن فالمعادلة معادلة المحاسبة سنجد أن أولا ظهر بند من بنود مصادر الأموال أو حقوق الملكية وهو بند رأس المال الذي يمثل المبلغ الذي قدمه صاحب المنشآة إلى المنشآة وهو 800 ألف ريال وكذلك أيضا ظهر بند من بنود استخدامات الأموال بنفس المبلغ وهو 800 ألف ريال وهذا البند هو بند البنك بناء على ذلك نستطيع أن نقول أن رقم واحد إعداد معادلة المحاسبة نكتب معادلة المحاسبة التي تنص على أن مصادر الأموال تساوي استخدامات الأموال أو بالصيغة التي تتكون من ثلاثة عناصر وهي أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية لدينا في الأصول البنك به 800 ألف ريال ولدينا في الخصوم لا يوجد خصوم لأن المشاحة تهزيل مرحلة لم تحصل إلا على أموال من المالك والتي يمثلها رأس المال بمبلغ 800 ألف ريال نلاحظ أن الجانب الأيمن يساوي 800 ألف كإجمالي وكذلك الجانب الأيصر يساوي 800 ألف كإجمالي نقوم بإعداد هذه العناصر داخل قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي تأخذ كما أوضحنا شكل حرف T نكتب في الجانب الأيمن عمود للأرقام وكذلك في الجانب الأيصر عمود للأرقام نكتب اسمها في الوسط ونكتب بجوارها في لأن الميزانية دائما تعد في تاريخ معين تاريخ هذه العملية هو واحد واحد نكتب في الجانب الأيمن منها ما كتب في الجانب الأيمن في معادلة المحاسبة وهو الأصول ونكتب في الجانب الأيصر الخصوم وحقوق الملكية إذن الميزانية هي تأخذ نفس شكل معادلة المحاسبة فالأصول ظهرت في الجانب الأيمن والخصوم وحقوق الملكية ظهرت في الجانب الأيصر نكتب العناصر التي تتكون منها التي تكون كل جانب فنجد لدينا في جانب الأصول أن البنك به مبلغ 800 ألف ريال ونجد أن الجانب الآخر به حقوق ملكية والتي يمثلها رأس المال بمبلغ 800 ألف ريال نجمع الجانب الأيصر نكتب الرقم الإجمالي فوقه خط وتحته خطان لأن هذا الرقم لا يجمع على أرقام أخرى هذا الرقم يمثل مصادر الأموال نجمع الجانب الأيمن أيضا الرقم فوقه خط وتحته خطين مبلغ 800 ألف ريال وهو استخدامات الأموال نلاحظ وباستمرار أن مصادر الأموال يجب أن تتساوى مع استخدامات الأموال إذن الجانبين متساويان دائما